نظم الصباح اليوم المنسقية الوطنية والاقليمية للدعم الاقليمي والرعوي في تشاد في دول الساحل ورشة عمل لتقوية كفاءة الخبراء في مجال الثروة الحيوانية بحضور العديد من المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية تقرير محمد عثمان بشير تقوية كفاءة الخبراء في مجال الثروة الحيوانية حول موضوع كيفية استغلال الموارض الرعوي في تشاد هو الغرض من هذه الورشة التي نظمت من قبل المنسقية الإقليمية والوطنية للمشروع الإقليمي للدعم الرعوي في الدول الساحل بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية بالبلاد المنسق الإقليمي والوطني للمشروع الرعوي في ساحل أحمد حسن موسى وخلال كلمته في افتتاح هذه الورشة أكد بأن هذه الورشة سيتم فيها تناول العديد من المواضيع المتعلقة بموارد الثروة الحيوانية وكيفية استغلالها ملاقظ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاجتماعية والمالية التي لها علاقة بذلك مطالبنا المشاركين بطرورة الاستفادة قدر الإمكان من هذه الورشة التي تستمر لأسبوع كامل